الفيلم هو فكرة فلسفية ما هوش حقيقي هو توقع لللي جاي لكن انتوا قدمتوا فيه كذا رسالة مخفية واحد توقعوا كل اللي جاي ده ده أسوأ السيناريوهات اللي انتم متصورينها سواء للقايرة أو اسكندرية اسكندرية دي حتة من قلبي حتة من قلب مصر كلها والقايرة طبعا يعني هنا غرق هنا كده صعب قوي أنا أقول لحضرتك هو طبعا فيه نوع من المبالغة في الفيلم بس هو المبالغة هنا مقصودة ان هي تبعت رسالة معينة رسالة ان هو فيه وعي بمشاكل معينة احنا ممكن كمعماريين أو مهندسين في الموضوع ده بنتكلم عنها كتير ايه أكتر مشهد قلت ان لو عملت مبالغة هنا هو ده اللي حيوصل الرسالة اللي أنا عايزة بالعكس خاصة باسكندرية مثلا أنا شفت مشهد كوبريستانلي غير ايه ما نقول لحضرتك حاجة المشهد الوحيد المشهد الوحيد اللي أنا ما عملتوش كان هو مشهد كوبريستانلي ده أورادي كان معمول طب والمشهد بتاع كباري القاهرة كوبريستانلي كل الكباري المكسرة حوالينا ده أنا ما تصورتش بصراحة لأن بتقعد تتأمل ايه اللي في المعالم دين تعرفها ما هي فكرة ان ده كان الطريق انا اساسا ساكن هناك أنا وياسين معظم طريقنا واحنا راجعين من الجامعة بيقارحين للمهندسين بنعدي لكوبريكتوبر نعدي الناحية التانية ينزل للعجوزة ده أكثر حاجة في الحياة مش عايزين تشوفوها لنكتب طفولتنا احنا عايشين هناك انا حياتي حوالي النيل انا عارف المنطقة دي فانا لما بنوعد نتكلم عن مشاكل كتير قوي عندنا في الجامعة زي تغير المناخ وتكدس السكان والتلوث مشاكل كتير قوي احنا في الدزاينات بتاعاتنا احنا لازم نفكر فيها بس في عندنا اللي توعي قوي بالموضوع ده عندنا ناس كتير قوي مش عارفة فانت قلت احمد رسالة صادمة علشان الناس تفوق تختاروا اماكن اسمح لي بتمر عليها كل يوم وتحطوا اسوأ كارثة ممكنة لها عشان تصدم الاخرين كمان هو فعلا نفس المعنى بتاع اسم الفيلم مكان كله حياة فجأة يبقى مهجور لكن من ضمن الفلسفة ان الكباري الشهيرة دي اللي واقف عليها كل العربيات دي فجأة ما بقاش فيه الكبري احنا لجأنا في الاخر للمركب عشان نعدي الميل ايه فده معناه انك فقدت كل حاجة ورجعت الخمسين سنة الورى خمسين الف سنة الورى اليوفت اللي انتو اخترتوها دي ايه مين اللي صاحب فكرة اللافتات كان لما كنا نجي وقلنا عملي الشارع وكننا عملي ان يكون في يوفت في الشارع بس ما كانت فاضية فكان محمد قولي ياسين جرب كده تعمل كده كم يوفتة كده نجرب ففتحت النات قلت شوف ايه لانا كنت عايز اقوله فكنت عايز شوف ايه اليوفت اللي هتوضح الكسة دي اكتر فاخترتو ايه بقى فاخترنا مثلا انه يفطر لات البيج ماك في كان فانوضح حد ايه ان الدنيا مش مستحيل انا انت بقى مقراص ما يكونش فيه اكل عادي ما بقاش فيه اكل بقيت الاكل عبارة عن البتاع اللي انت هتشربها دي وانت كده خدت واجبتك طب المخيمات مخيم اسكندرية مخيم بور سعيد ان احنا ما بقاش عندنا بيوت ولا مقاوي وانتو عمليه كمية خيم رهيبة والحضارة كانت هنا ومصر مش هتموت الحضارة مش هتموت دي كمان جمل كانت مكتوبة على الحيطان احنا فكرنا بزياد في حدث خيم دولت احنا كنا عايزين عشان فيلم مصدد مدودة قصيرة فكننا عايزين ايه اكتر حاجة توضح ان الدنيا في اسكندرية بيقت صعبة ان اهلها كلها اضطرت ان هي تعيش في قلب القاهرة ان الدرجة ان البلد مدهاش مكامسة مبوضة فعملوا خيم ومخيمات في القاهرة ليه المتحف المصري قدمتوا بالصورة العظيمة لانه لسه زي ما هو فيش حاجة فيه تمثت لان معظم الناس او لما ديجي تتكلم عن مصر عطول بن احنا ساعتين نقعد على بعض او ان احنا الفرعنة احنا عطول بن لينكا هوية مصر بالناس دي اللي احنا بعد ما نقعد نعدي على وقت ونشوف حضارتنا دلوقتي هل احنا شبههم انا متخيل ان لو مشكلة زي كده ووسط تلف اتجاه اتفكرة انا كمان ان مصر توصل بحالة زي دي ها محططش بيوم وليلة انا حسب اللي احنا فاهمينه عن الاجواء اللي بتحصل دلوقتي تراكمي هتحصل تراكمي واحدة واحدة انا بالنسبالي او الاهم حاجة وطيبطان الجه من اسم واسم مش الشرير بتاع القصة هو تغير المناخ ولا التلاووسة الشرير بتاع القصة ان الناس تمشي بقردتها الناس ماشيت ان هما مش حابين المكان دي اخطر حاجة في الموضوع انه لم يعد مكان صالح ما بقيتش هويته